في عبر الهوائي مباشرة سيد سيركيس نزار محلل أول الأسواق المالية في مجموعة إيكوتي من عمان مرحبا بك سيد نزار ترجحات بوصول سعر برميل النفط إلى 100 دولار تعزه إلى ارتفاع الطلب أم مخاوف التوترات الجيوسياسية نهركم سعيد بالفعل شهدنا ارتفاعات ملموسة في أسعار النفط خلال الفترة الماضية لتواصل أسعار صعودها للأسبوع السابع على التوالي في قفزات سعرية متتالية ولو نظرنا إلى الأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع فكما تفضل كلا السببان هما لأكل واحد فيهم له دور أساسي بهذا الارتفاع فهناك تعافي في الطلب العالمي على النفط حتى ولو كانت توقعات أقل نسبياً من مكان السابقاً وأقل من التعافي الذي شهدناه خلال 2021 لكن في نفس الوقت هناك استمرار بالتعافي للطلب العالمي خصوصاً ونحن حالياً نشهد ارتفاع في طلب أدوات الطاقة والتي تسبب زيادة في طلب النظر فعل الظروف الاستثنائية للطق في الولايات المتحدة والعديد من دول العالم وهذا أيضاً يرافق مخاوف حقيقية تجاه إيصال الإنتاج إلى المستهلك بفعل استمرار أزمة لو نذكرها حالياً وهي أزمة تعثر أو اختناق سلاسل التوريد وأيضاً التوترات السياسية في شرق آسيا هي أيضاً سبب رئيسي لدفع المتداولين والمشترين في أسواق الطاقة لتوقع تعثر أيضاً في الإمدادات فهذه الأسباب مجتمعة تدفع زيادة للطلب على الخام في الوقت الراهن إن كان على شكل احتياطيات أو إن كان أيضاً على شكل طلب حقيقي على النفوة لو رجعنا قليلاً إلى تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فقد أظهر الأسبوع الماضي انخفاض في مخزون الوليات المتحدة على غير المتوقع حيث شاهدنا انخفاض مقداره حوالي مليون برميل خلال أسبوع وهذا الانخفاض رغم أنه رافقوا ارتفاع في مخزون البنزين لكن مخزون البنزين وأيضاً أدوات تشغيل المركبات ما زالت منخفضة بنسبة 2% مقارنة في متوسط الخمس سنوات وبالنسبة للمخزون الأمريكي أيضاً فهو منخفض بحوالي 9% عن مستوياته المعتادة المتوسطة لفترة خمس سنوات هذه الظروف معاً اجتمعت لتدفع أسعار النفط قفزة سعرية أخرى دفعت أسعار عقود برينت أيضاً النفط الأمريكي الخفيف للتداول فوق 90 دولار للبرميل الواحد لأول مرة منذ سبع سنوات طيب انتاج أوبك بلاس خلال الشهر الماضي أقل مما محدد هل تعتقد أن المنظمة وصلت إلى مرحلة العجز عن تعزيز انتاجها بالكميات التي تنتجها حالياً؟ باعتقادي الشخصي لا نستطيع أن نقول بأن منظمة أوبك ودول أوبك عاجزة على زيادة الانتاج في أغلبها لكن تكمن المشكلة الحقيقية حالياً في إيجاد سلاسل التوريد وإيصال هذا الانتاج إلى المشتهلك مباشرة فلحظنا اتفاقية برفع الانتاج وهذا الرفع في الانتاج بالأصل ليس رفعاً مشتويات الـ 2019 بل هو تقليص في القيود التي وضعت سابقاً بخطط كبير جداً في الانتاج الذي كان حوالي أوجاد عن 10 ملايين برميل بالتالي لا أعتقد بأن أوبك وأغلب الدول حالياً تعجز عن زيادة الانتاج لكن التدفقات النطية هي المشكلة وأزمة سلاسل التوريد ونقل الاندادات ما زالت قائمة حتى يومنا هذا فلو نظرنا حتى إلى توقعات منظمة أوبك فهي تتوقع أن يتم زيادة في الانتاج يقابلها أيضاً ارتفاع في الطلب وكذلك منظمة الطاقة الدولية تعتقد بأن هناك توقعات لزيادة الاندادات حتى أن منظمة الطاقة الدولية ترى بأن التدفقات النطية والانتاجية سوف تزيد عن الطلب خلال الجزء الأخير من هذه السنة بالتالي مرة أخرى باعتقاد دول أوبك ليست عاجزة على زيادة الانتاج لكن المشكلة الحقيقية حالياً هي سلاسل التوريد التي ما زالت تشكل أحد أهم المحاور التي تسبب نقص في وصول النطق إلى المستهلك النهائي ومرة أخرى يجب أن أشير إلى الظروف الجوية وأيضاً التغيرات في المناخ التي صعبت أكثر إيصال النطق إلى المستهلك النهائي تحديداً في الولايات المتحدة شمال الولايات المتحدة التي تعاني من عواصف تلجية لم نشهدها منذ سنوات أصبح هناك تعثر بالإنتاج من قبل أوبكي بلاس خلال الشهر الحالي هل سنشاهد قفزة في أسعار الخام إلى أكثر من السعر الحالي أو حتى ربما أكثر من المئة دولار؟ وصلنا إلى أساب المئة دولار لم يتبقى الكثير نحن نتكلم عن سبع دولارات أو أقل حتى يتم ملامسة أسعار المئة دولار وهذه الأسعار طالما تحدثنا عنها في مقابلات سابقة وكذلك العديد من البنوك من فيهم جيتي وورغان توقع أسعار فوق المئة دولار ونحن نرى اليوم الأسعار تقترب بشكل تدريجي بالفعل من المئة دولار هناك ظروف استثنائية أذكر حاليا منها ظروف التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا روسيا أحد كبار المنتجين وهذا بحد ذاته لو تسبب في أي تعطل في الإمدادات فقد يدفع أسعار النص ليس فقط إلى المئة دولار فلا نستبعد أن نصل إلى المئة وعشرة وربما أكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة فارتفاع أسعار النص بالفعل مرجح خلال كان شهر فبراير الجاري أو حتى خلال بقية الربع الأول من هذه السنة رغم معتقادي بأن هناك تصحيحات سعرية هابطة سوف تحصل لاحقا على مدى هذه السنة تحديدا خلال النصف الثاني طبعا في حال استمر ارتفاع الإنتاج حتى وبشكل تدريجي حتى وبشكل متعثر لكن في نفس الوقت على الربع الأول الجاري من هذه السنة المزيد من الارتفاع في أسعار النص مرجع ومستويات المئة دولار أصبحت قريبة جدا والآن نحن نتكلم عن مستويات أعلى عن مئة دولار للبرميل الواحد منهم طيب بضعا المستهلكين يعني أسعار البنزين الأمريكية ترتفع لأعلى مستوى منذ عام 2014 مع صعود النفط أيضا ووجود خطة للسحب من الاستراتيجي خصوصا في الولايات المتحدة وأيضا بعض الدول الأخرى المستهلكة للنفط يعني كيف سيتعامل المستهلكين مع هذه الارتفاعات الكبيرة وأيضا الاضطرابات التي دعت أسعار النفط إلى الارتفاع أود أن أبدأ حديثي الآن تعبيري عن توقعات مستقبلية في المزيد من المعاناة بالنسبة للمستهلكين عندما ننظر إلى الأسعار وتوقعات ارتفاع الأسعار بفعل ارتفاع التضخم والذي يرتبط جزء كبير منه بارتفاع أسعار الطاقة المستهلك قد يكون هو المتضرر الأكبر خلال الفترة المقبلة من ارتفاع أسعار النفط فالارتفاع متوقع استمرار أسعار البنزين على سبيل المثال التي ارتفعت كما أشب حضرتك إلى مستويات هي الأعلى منذ عام 2014 من المتوقع أيضا أن تبقى ضمن مستويات مرتفعة جدا آخذين بعين الاعتبار بأن التعافي الاقتصادي العالمي سيستمر لكن هذا الاستمرار في التعافي الاقتصادي سوف يكون على الأرجح أبطأ مما شهدنا خلال الربع الأخير من عام 2020 وكذلك طوال عام 2021 بل بالفعل بدأت العديد من الدول منها الصينة تعتبر ثاني أكبر مستهلك للطاقة عالميا بدأنا نلاحظ تراجع في النمو الاقتصادي ماذا يعني تراجع في النمو الاقتصادي هذا سينعكس على الأرجح على المستهلكين وبالتالي قد تزيد معاناة المستهلكين بالنسبة لارتفاع أسعار النفط لكن هنا أود أن نظر إلى موضوع الطلب والعرض استمرار ارتفاع أسعار النفط يقابله أيضا توقعات استمرار ارتفاع أسعار البنزين والعديد أيضا من أدوات الطاقة كل ذلك قد يتسبب في انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين وقد ينعكس ذلك على شكل باضل انخفاض في وطيرة التعافي في طلب النفط ماذا يعني ذلك؟ ارتفاع الأسعار قد يجبر المستهلكين على تقليص الاستهلاك وهذا أعتقد ما سوف نبدأ في رؤيته خلال النصف الثاني بالفعل من هذه السنة وأشرت قبل قليل بأن هناك توقعات بعودة الانخفاض في أسعار النفط لكن ليس الآن خلال الربع الأول تحديدا لكن خلال الجزء الأخير من هذه السنة قد يكون أحد أهم أسبابه هو الارتفاع الكبير في الأسعار والذي قد يتسبب في تغيرات في العادات الاستهلاكية وانخفاض في القدرة الشرائية المتعلقة في أدوات الطاقة طيب مع تجايد حالة القلق حيال الضغوط التضخمية برأيك ما هي التوقعات لحركة الذهب خلال الفترة القادمة؟ بانتقالنا من تحركات أسعار النفط إلى أسعار الذهب يجب أن أشير مرة أخرى وأؤكد بأن هناك علاقة طردية واضحة ما بين الارتفاعات الكبيرة بأسعار النفط ومعدلات التضخم في أغلب الدول في العالم وشهدنا فعليا ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مجتوياته منذ أكثر من أربعين عاما ووصل سبعة في المئة في أوروبا نتحدث عن تضخم فوق خمسة في المئة وكذلك في بريطانيا ارتفاع التضخم يعني انخفاض القدرة الشرائية للنقد الذهب يرتبط بمعامل ارتباط إيجابي بالتضخم لكن في أي نوع من أنواع التضخم الذهب يرتبط مع توقعات التضخم المستقبلية وليس التوقعات الحالية هناك مع ارتفاع أسعار النفط أصبح التوقعات بأن نشهد المزيد من الارتفاع في معدلات التضخم وبما أننا نتحدث عن توقعات بمزيد من الارتفاع في التضخم إذن على الارجح قد يشهد الذهب مزيدا من الطلب الشرائي لتغطية مخاطر التضخم والتي تكون في العادة على شكل انخفاض القدرة الشرائية للنقد فما نشتريه اليوم بمئة دولار على الارجح سنحتاج إلى مئة وسبعة أو مئة وعشر دولارات كالعام المقبل لنشتري نفس السلعة وهذا هو تفسير الانتفاض القدرة الشرائية للنقد بالتالي قد تشهد أسعار الذهب طلب إيجابي لترتفع لكن هنا يجب أن أشير لموضوع مهم جدا وهو سياسات البنوك المركزية في الدول العظمى في الوقت الراهن توقعات بأن تتوجه البنوك المركزية لتجديد السياسة النقطية وبالفعل بدأ بنك إنجلترا المركزي برفع الفائدة حيث تشهدنا رفع الفائدة الأسبوع الماضي من بنك إنجلترا المركزي وكذلك اتفاق بين أعضاء البنك المصوطين لخفض التحفزات الاقتصادية المتمثلة في برامج شراء الأصول الآن الخطط بالنسبة للبنوك المركزية وتحديدا السياسات النقدية فيها تؤثر على أسعار الذهب فأسعار الذهب لا تتأثر فقط بالدولار أو بالتضخم بل أيضا في توقعات البنوك المركزية وبما أن هناك توقعات بأن تشدد البنوك المركزية سياساتها النقدية بالتالي قد يكون ارتفاع أسعار الذهب محدود بعض الشيء بل أعتقد بأن أسعار الذهب قد تبقى ضمن النطاقات التي اعتدنا عليها منذ عدة أشهر منذ عدة أشهر أسعار الذهب تتحرك بنطاقات 1750-1830 لفترات طويلة وهذا سبب الاختلاط والتعارض ما بين توقعات التفاع التضخم وكذلك توقعات سياسات البنوك المركزية لكن يجب أن أشير أيضا مرة أخرى إلى أن التوترات الجيوسياسية ترتبط بأسعار الذهب فلو تزايدت هذه التوترات ربما قد يستفيد الذهب من ذلك عكس إن قلت هذه التوترات التي قد تضغط مرة أخرى على أسعار المعدن الثمين طيب سيد نزار لو تحدثنا الآن عن البيانات الاقتصادية الأخيرة في الولايات المتحدة هل عززت التوقعات حيال اتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع معدل الفائدة خلال اجتماعه المقبل في شهر مارس؟ بالفعل تؤكد هذه البيانات بأن الفيدرالي الأمريكي قد يكون مجبر فعليا على رفع الفائدة نحن نتحدث كما أشرت منذ قليل إلى معدلات تضخم وصلت إلى الأعلى منذ أكثر من أربعين عاما هناك ملاحظة في البيانات الاقتصادية التي صدرت من الولايات المتحدة وهي بأن الاقتصاد الأمريكي مجتمع في النمو لكن في نفس الوقت هذا النمو آخذ بالطباط معدل البطالة في الولايات المتحدة ارتفع الشهر الماضي على غير المتوقع إلى أربع في المائة من ناحية أخرى بيانات مؤشر ADP وهو مؤشر خاص بطلبات التوظيف في الشركات الخاصة أظهر انخفاض بل أظهر تسريحات من العمل بينما مؤشر التغير في الوظائف في الولايات المتحدة أو المعروف بالنانفارم بيرولد أظهر ارتفاع في التوظيف بمقدار يزيد عن 450 ألف وظيفة جديدة هذه المفارقة تدعني أرى بأن الاقتصاد الأمريكي سعلا مجتمر بالتعافي لكن هذا التعافي الاقتصادي أصبح يضعف وبالانتقال إلى كيف سيتصرف الفدرالي الأمريكي نعم على الأرجح سيتم رفع الفائدة شهر مارس المقبل بل التوقعات أيضا بحسب TME Group بل تشير بأن هناك أكثر من رفع للفائدة قد يحصل هذه السنة بالفدرالي الأمريكي لكن اعتقادي الشخصي بأن هذه الفترات يجب أن تكون متباعدة نشقيا فرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس شهر مارس يجب أن يتبعه فترة من الراحة القليلة حتى يراقب الاقتصادي هذا الطباط الذي حصل بالتعافي في الولايات المتحدة الأمريكية فجوابا على التساؤلات نعم على الأرجح سيكون هناك باعتقادي رفع بالفائدة شهر مارس المقبل والبيانات الاقتصادية فعليا تدعم ذلك لكن على الفدرالي الأمريكي أن يكون أكثر حذرا عندما يقرر رفع الفائدة لأكثر من مرة هذه السنة طيب يعني ليكون أكثر حذرا الفدرالي الأمريكي ما سعر الفائدة الذي يفترض أن يقوم برفعه الفدرالي الأمريكي بحسب توقعاتك خلال العام الحالي الآن يعتقد الكثيرون بأن التدرالي الأمريكي سيقوم برفع الفائدة لأربع مرات لأن نرى أسعار فائدة أعلى من 1% قد تصل إلى 125 نقطة أساس نحو 150 نقطة أساس لكن هذه المشتويات من الفائدة قد تكون خطيرة في الوضع الحالي للبيانات الاقتصادية خصوصا لو استمرت هذه البيانات بالتدفق بنفس الطريقة باعتقادي الشخصي ثلاث مرات من رفع الفائدة قد يكون مناسب 1% أو أقل قد يكون هو المشتوى الأمثل لا أقول بالنسبة للنمو الاقتصادي لكن هي معادلة صعبة يواجهها الفدرالي الأمريكي حاليا وإذا سمحت لي في الحديث عن هذا الموضوع ربما سيحتاج الاقتصاد الأمريكي إلى بطل جديد مثل آلان إغريسبان ليخرج الولايات المتحدة من حالة تشابه الركود التضخمي اقتصاد يطباط يقابله أيضا ارتفاع هائل في معدلات التضخم ثمانينات القرن الماضي لقد عانى الفدرالي الأمريكي من هذه الحالة بشكل حاد وبشكلها الرسمي عندما دخل ركودا تضخمي الآن الولايات المتحدة ليست علميا في ركود التضخمي لكن الحالة الاقتصادية حاليا تشابه الركود التضخمي ويجب أن يتصرف جيروم باول بحكمة كبيرة هو وأعضاء الفدرالي الأمريكي للموازنة ما بين الارتفاع الهائل لمعدلات التضخم مع احتمالات التباطئ الاقتصادي مجتويات واحد في المئة مرة أخرى في نهاية هذه السنة ربما واحد فاصل خمسة وعشرين أو مئة وخمسة وعشرين نقطة أساس قد تكون نوعا ما مناسبة أخذين بعين الاعتبار ليست فقط النمو الاقتصادي لكن أيضا الارتفاعات الهائلة في معدلات التضخم طيب نتائج أعمال أو أرباح الشركات هل ستدعم الأسواق العالمية سواء يعني العربية أو حتى الأجنبية خلال المرحلة الحالية نحن نرى في الوقت الراهن الارتفاعات في الأسواق المالية إجمالا على المدى المتوسط والطويل لكن في الأسواق المالية العالمية شهدنا تزايد في التوتر التزايد في التوتر سببه موجود توقعات كما أشرنا برفع الفائدة من الفدرال الأمريكي بنك إنجلترا المركز الأوروبي وغيرهم من البنوك الرئيسية في العالم هذه تضغط على أسواق الأسهم لكن في نفس الوقت المتداولون يرون البيانات التي تصدر من الشركات والتي تصدر العديد منها بأنها تبدو إيجابية والآن بالنظر إلى التوقعات الشركات بهذه السنة هنا تكمن التوقعات بالنسبة لأسواق الأسهم أو مؤشرات الأسهم إن كانت في دولنا العربية أو أيضا في العالم أجمع الآن سيتابع المتداولون ليس بيانات الربع الرابع الماضي فنحن نعلم تقريبا كيف كان الربع الرابع الماضي وبشكل عام أستطيع أن أقول إنه كان جيد نوعا ما بالنسبة للشركات لكن الآن ستبدأ المراقبة لنتائج الربع الأول يعني سنحتاج عدة أشهر لتبدأ هذه البيانات من الشركات في الصدور بالتالي أسواق الأسهم قد تبقى الآن في حالة من التوتر لكن مرة أخرى على المدى المتوسط والطويل أمامنا محاولة أخرى للارتفاع أمامنا على الأرجح أن نشهد امتداد في الموجات الصاعدة لكن بعد انتهائنا من الربع الأول هنا يجب أن نبدأ في مراقبة كبرى الشركات العالمية وأيضا الشركات المؤثرة على مؤشرات الأسهم الرئيسية في دولنا العربية لأن الربع الثاني من هذه السنة عندما تبدأ بيانات الربع الأول حينها بالصدور ربما هنا قد يبدأ المتداولون في اتخاذ حسابات جديدة خصوصا عندما يكون قد بدأ الفدرالي بالفعل برفع الفائدة وعندما يرفع الفدرالي للأمريكا الفائدة العديد من الدول العربية تقوم بالمثل برفع الفائدة عديد من الدول حول العالم تتشجع أكثر تكلم عن دول ناشئة على سبيل المثال تتشجع أكثر لرفع الفائدة مما قد يجعلنا بحاجة لبيانات الشركات ونتائج أعمال أفضل مما شاهدنا من الربع الأول حتى تستمر بالارتفاع وباعتقاد الربع الثاني أو الربع الأول الجاري قد لا يكون إيجابي كما شاهدنا في الربع الرابع الماضي بالنسبة لكبرى الشركات إن كانت محليا أو إقليميا أو عالميا طيب سيد نزار كيف تحلل حركة الدولار خلال الفترة الماضية وما هي توقعتك للأيام القادمة بداية ارتفع الدولار بقوة مقابل سلة العملات الوائسية وارتكز الارتفاع على أمام الجورو والين الياباني وبعض العملات الأخرى هذا الارتفاع الكبير بالدولار الأمريكي سببه الاعتقاد بأن الفبرال الأمريكي قد يسبق العديد من الكنوك المركزية الأخرى باتخاذ خطوات التجديد النقدي وهذا ما حصل فعليا شاهدنا اليورو ينقفض بشكل قوي لمستويات ما دون دولار واثنى عشر سنة وربما دولار واثنى عشر سنة الجنيه الإسترلين أيضا متفض بقوة اليين الياباني وصل مستويات مئة وخمسة عشر يين للدولار الأمريكي الواحد كل ذلك كان متعلق بأن العديد من البنوك المركزية في العالم قد لا تتبع خطى الفيدرالي بشكل متسارع لكن بعد الارتفاعات الكبيرة للدولار بدأ المتداولون يقيمون حقيقة جديدة هي أن بعض البنوك المركزية على رأسها بنك إنجلترال المركزي بدأ برفع الفائدة قبل الفيدرالي الأمريكي وبدأ برفع الفائدة الشهر ديسمبر الآن اتخذ أيضا بنك إنجلترال المركزي خطوة أخرى لرفع الفائدة الأسبوع الماضي أما البنك المركزي الأوروبي كان يعتقد بأنه لن يقوم بأي رفع بالفائدة خلال هذه السنة ورغم إن البنك المركزي الأوروبي قد لا يتخذ فعليا رفع بالفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة لكن بدأت هناك توقعات في الأسواق المالية تشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع الفائدة شهر أكتوبر، نوفمبر أو ديسمبر من هذه السنة بالتالي أصبحت هناك توقعات لتجديد السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي وهذا ما أدخل المتداولين في الأسواق المالية وأسواق العملات في إعادة تسعير وتقييمات جديدة للأسعار العادلة للدولار الأمريكي مقابل سلة العملات الرئيسية عندما نأخذ هذه الحقيقة بعين الأتبار وعندما نتحدث عن توقعات أن يبدأ بالفعل البنك المركزي الأوروبي بخفض متسارع لتحفيزاته المتمثلة في برامج شراء الأصول كذلك بانجلدرال المركزي قد نشهد استمرارية إعادة التسعير مما يعني باضل انخفاض في الدولار الأمريكي الكثير من المتابعين للأسواق المالية يعتقدون إذا رفع الفدرالي الفائدة فبالتالي يرتفع الدولار لكن المعادلة الصحيحة هي توقعات مجمل البنوك المركزية والسؤال سيكون هل سيكون الفدرالي هو الوحيد الذي سيرفع الفائدة بشكل متسارع هذه السنة أم أن بنوكا مركزية أخرى ستتخذ خطوات تشديد مقضي والجواب هو على الأرجح بأن العديد من البنوك المركزية ستتخذ هذه الخطوات مما قد يدخل الدولار الأمريكي في مراحل من التصحيح الهابط لكن مع الإشارة إلى أنه حتى هذه اللحظة الدولار الأمريكي يعتبر في مستويات مرتفعة وقوية نسبيا مقابل سلة من العملات الرئيسية أشكرك جزيلا شكرا سيد سركيس نزار محل الأول للأسواق المالية في مجموعة إكوتي من عمان على كل هذه الإجابات والإضاحات شكرا لك اشتركوا في القناة